السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو السادس لسلسلة فيديوهات سويتها هي خمس أجزاء ما كان فيها وائد كلام الفيديوهات أصلا ما كان فيها كلام بتاتن هذا آخر فيديو اللي هو يعتبر السادس والفاينل الأخير في سلسلة فيديوهات العطور اللي جابت لي إطراعات كومبليمنت قتنج فريغرنس مثل ما كنتم بسميها لأنه كان فيديو ريلز على الإنسجرام أكثر شيء طيب عندي كذا عطر أطور النيش والهاي اند ديزاينرز بخليهم بعدين أو الديزاينرز الغاليين البرايفت بخليهم حق بعدين بدخل أول شي في أول خمس أطور بشكل سريع ديزاينرز تجيب لي إطراعات طيب هذي لها الخمس أطور فعليا ديور سفاج ديور أوم سواء الإصدار القديم أو الليديد بشكل عام يعني حتى لو قل أداء ما زال جميل ويجيب إطراعات جمبر جوتيه لميل سوري لأبرفام جمبر جوتيه لميل لأبرفام الإصدار الأخير أكويد يجيو بروفومو مش البروفاندو بروفومو جاب لي طلعات بشكل مش طبيعي خلال يعني فترات طويلة وكثيرة من حياتي وكيد واي من نيفسن لوران واي أو دو برفام هذي على الخمسة وايد نسألت عنهم فعليا أنا ما أقول أن الناس تنسأل عنه أنا أنا استخدمتهم نسألت عنهم علشان جديد ذكرتهم في عطور وايد ممكن نسألت عنها مرة أو مرتين لكن أنا أجيب اللي أستخدمهم أكثر ونسأل عنهم أكثر طيب ننتقل حين حق سلسلة النيش أكثر عطر نسألت عنه أنا وقلت حق ناس يجربونه ونسألوا عنه وقالوا حق ناس غيري ونسألوا عنه صراحة عطر مش طبيعي في جلب الإطراءات ويحبون الجنسين عطر بواه إمبريال من إسانشال برفامس هذا أنا يمكن خذته خمس مرات أو أكثر أتكلم عن نفسي أنا هذا يمكن خمس غرشة بالنسبة لي في خلال وقت بسيط وفي يعني وايد سألوا عنه نصحتهم وخذوه صراحة الأطر ما بيوصفه أنا بس أذكر لكم أطرات فبواه إمبريال من الأطور اللي أنصح فيها وبقوة جالب الإطراءات جميل أداء ممتاز ممتاز العطر الثاني هو سنتال 33 من ليلبو أحب هالعطر يمكن مش كل الناس تتقبل ريحته بس إذا حبيته وإذا شمون الناس عليك بالذات في الجو البارد بواه إمبريال عادي تقدر تستخدمه حتى في الصيف هذه بالذات في الجو البارد يجمل جميل أداء ممتاز وريحته ويته أقوى عطر أداء في كل العطور اللي باتكلم عنها اليوم القمر من فريدريك مال هذا العطر متفجر هذا من الأطور اللي أنت ترشها أنت راح تختنق أنت راح تتم تشم ريحته حتى بعد ساعات وساعات فوحانه مش طبيعي أداءه مش طبيعي ثباته مش طبيعي غالي ولكن إذا تب بي شيء أداءه ممتاز وريحته حلوة يعني مش بس أداء وريحة الليك عليها القمر من فريدريك مال من صنع العطار جوليان راسكونت جاك كافليير جاب لنا عطور وائد حلوة منها عطور لوي بيتون لكن فالكار من بولغاري تقريبا أغلب عطور البرايفيت كوليكشن من بولغاري هو اللي المفروض سواها جاك كافليير فنان وهذا العطر فنان هذه ثالث غرشة عندي عطر حق يعني عطر معرس صراحة أوذان بتروح عرس وتبي الناس تشم ريحة فخمة جدا قوي العطر هذا لك ترشة وتشم على طول كذا وتحكم عليه عطى شوي وقت رشة على رفيجك وشم عليه بعد فترة العطر صراحة وايد وايد يعني من العطور اللي وايد حبا الحين العطور اللي ذكرتها من النيش أول أربع عطور ما عليهم كلام والعطر الثاني بعد اللي جاي الحين اللي هو عطر رقم خمسة من لوي بيتون هذا العطر أنا وايد وايد أحبه وايد ناس يوم صورت هذا قالوا لي ليش ما تعبيها هاي جاتني هدية هاي جاتني هدية هاي جاتني هدية هذا العطر يعتبر العطر اللي أنا أو توقيعي الشخصي أنا أكثر عطر أتعطر فيه من 2022 كامل يعني وبداية ما تذكر صراحة بس 2022 تقريبا كامل هذا هو عطري ما عندي عطرات وايد اللهم لك الحمد لكن هذا أكثر عطر أتعطر فيه وأكثر عطر انساءلت عنه بسبب أنه تعطر فيه أكثر من غيره لكن عطر صراحة يفجر ريحته وايد حلوة فرش الفواحان يمكن يعطيك ساعتين أو ثلاثة بالكثير لكن ثباته ممتاز يتم حتى ثمان ساعات ما عندك مشكلة أنت بتقول العطر فرش بتشم يعني برش منه وتروح ريحته لا الريح تثبت لكن مش ذاك الثبات يعني بس ريحة حلوة فولكينو كارنر برشلونة أنا تكلم عن العطر من 2021 وايد أحب العطر جميل بخوري زهري من العطور اللي فعلا هاي يوم يبرد يعطيك ريحة وايد حلوة حتى يوم أول ما ترش عطر فخم صراحة كارنر برشلونة بولكينو روسيندو ماتيو نمبر فايف طبعا في وايد غيره في سيكس وفي سيكس وفي ناس يحبون فور وثري وكذا لكن هذا بالنسبة لي هؤل عندي هؤل خطة مرتين وايد حلو عطر مسكي زهري جميل فيه لمسات فانيليا لمسات مسكية بصراحة جميلة صراحة بس تعطيها شوية وقت روسيندو ماتيو نمبر فايف غوزو غوزو من جيربوم هذا العطر ما حتى تتكلم عنه وايد انتوا تشوفون انه يطلع في قوائم وايد يعني قائمات قائمة اكثر من قائمة طيب وبصراحة من العطور الحلوة الجنسين يستخدمونها وفواح نفات بصراحة واداء ممتاز فالكون لاذر هذا من اجمل العطور الجلدية اللي اصلا ما فيها جلد فيها لمسات ثانية لكن عطر جميل جدا جدا اذا قدرت منك تاخذه من بصراحة فعلا يعني من العطور اللي اللي يوم تاخذها وترش منها اول شي تعجبك الريحة ثاني شي رح تعجب اللي حولك فمعلي خوف اني مني شان جوش كثر بقى منها بصراحة العطر في ناس يمكن ما تعجبهم ريحت ويمكن تمل منها بسرعة لكن فعليا اذا انت رشيت يعني خلك انت استعمل فترة زهقت منها طلعت يوم تعطرت منها احتمالية ان الناس تسئلك شنو عطرك او ربعك اللي حولك يعني تكون اكثر من ما تستعمل عطر غيره بصراحة عطر جميل في فانيليا في لمسات من الهيل في لمسات شوي منعشة لكن لمسة الفانيليا واضحة فيه عطر جميل صراحة اذا انت من الناس اللي حبون عطور آني ولا عندك هشفات وغيره يستاهل التجربة انا صراحة مكسته يوم ووقفوني فعليا في الطريق واحد ووقفني قال لي شون عطرك كنت حاط آني وحاط معاه ناكسوس من زرجوف كنت مكس العطرين وكان المكس عجيب قوي جدا صراحة كذلك في ناس يقدرون يمكسون سوري يمكسون فالكون لذر مع فالكار مكس جبار هالمكسين اذا عندكم العطور هذي هالمكس وهالمكس صراحة تفجير المهم نرجع حق آني آني جميل صراحة حتى ناكسوس معاني ما ذكرته لاني مش كثير تعطر منه آني جميل وتجيب اطراءات كذلك ناكسوس الحين ندخل في آخر عطرين كريد افنتوس مش كريد افنتوس الليديد هذا الليديد صراحة هذا يوم ما لبو ثلاث ساعات اربع ساعات وبعدها مع السلامة القديم إذا كان عندك الاصدارات القديمة جبارة أما إذا ما لقيت الاصدار القديم صراحة الليديد ما أنصح فيه لكن والله على أيامه كان وائد وائد نسأل عنه والحين لا بس فيه بديل أشوفه ممتاز في بداء الوايد بس إذا تبي بديل من فئة النيش جرب هشفات من نيشان يمكن مش 100% نفس الريحة يوم يبرد هذاك شوي له توجه مختلف لكن عطر ممتاز اللي هو هشفات من نيشان لكن إذا حصلت للزهر القديم من ذي يخذه أخيرا وليس آخيرا أنا قلت سنة من لسين أو سنتين جدي وراء بعض كان هذا أكثر عطر أنسأل عنه اللي هو لاناويدلوم هذا القديم عندي لاصدارات الجديدة استخدمتها بلو إلكتريك ما جاب لي إطراءات لاناويدلوم النسخة الجديدة 2017 و19 كنت أنسأل عنهم وكانوا دقيقة وكانوا ما زالوا في السيف سايد يعني تتعطر منه ريحتة حلوة ما ضايق الناص اللي حولك وحتى لو كان يعني حتى لو تسبحت في العطر ما زالت ريحتة حلوة ومقبولة كثير كنت أنسأل عنه لأنويدلوم من ييفسان لوران لاصدار القديم مو مشكلة لا تروح تدور التعب نفسك لاصدار اللي يديد يأدي بس الشيء الوحيد اللي أنصح فيه لأن أداءه صار تعيس التعطر وتنزل من السيارة وشوف العجب طيب أنا طولت عليكم سوري قائمة موعدة طويلة أعتذر على اللي طال شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله